اعلنت ايران رفضها عرضا من الولايات المتحدة الامريكية باجراء مفاوضات قائلة ان واشنطن انتهكت بنود الاتفاق الاخير الذي تم التوصل اليه والاتفاق الموقع عام 2015 وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد انسحب في مايو من الاتفاق النووي الذي استهدف كبح الانشطة النووية الايرانية مقابل تخفيف العقوبات معتبرا انه لم يكن كافيا من جهته قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن ايران براين هوك ان واشنطن تسعى لتفاوض على معاهدة مع ايران تشمل برنامجها لصواريخ الباليستية وسلوكها الاقليمي وتبع هوك ان الاتفاق الجديد الذي يأمل ان تبرمه واشنطن مع ايران لن يكون اتفاقا شخصيا بين حكومتين مثل الاتفاق الاخير بل ان واشنطن تسعى لابرام معاهدة واسعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة